حذرت السفرة الأمريكية لدى إسلام أباد موظفيها من هجوم محتمل على أمريكيين في فندق كبير في العاصمة الباكستانية إسلام أباد خلال فترة الأعياد وقالت السفرة في بيان وصلتنا معلومات تفيد بأن أفراد مجهولين ربما يخططون لمهاجمة أمريكيين بفندق ماريوت في إسلام أباد في وقت ما خلال العطلات كما حثت البحثة الأمريكية جميع الأفراد على الامتناع عن السفر غير الضروري في إسلام أباد خلال موسم العطل وبموجب البيان تمنع السفرة في إسلام أباد جميع الموظفين الأمريكيين من زيارة فندق ماريوت في إسلام أباد وجاء التحذير بعد يومين من مقتل عنصر من الشرطة الباكستانية وإصابة خمسة آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف دورية بالعاصمة تجدل والإشارة إلى أن جماعة طالبان باكستان أعلنت في 28 نوفمبر 22 الماضي انتهاء الهدن مع حكومة إسلام أباد وأوعزت إلى عنصرها بتكثيف الهجمات ضد قوات الأمن بعمول بلاد وبناء عليه تم وضع إسلام أباد في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف أمنية بما في ذلك حظروا جميع التجمعات العامة ترجمة نانسي قنقر